قالت صحيفة دولية أن التحالف العربي وصل تعزيز الجيش في مارب بأسلحة وذخائر لمواجهات ميليشيات الحوثي وكشفت صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن قيادات التحالف مواصلة الدعم الكامل لوزارة الدفاع اليمنية المتمثلة بالأسلحة والذخائر اللازمة ميدانيا للوقوف في مواجهات انتهاكات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وأرفقت الصحيفة صورا لما قالت أنه إمدادات عسكرية للجيش اليمني لكنها لم تظهر تاريخ الصور ولا نقل عن أي مسؤول عسكري عربي أو يمني عن حجم الدعم وقتل جندي في الجيش بمارب قبل أسابيع وله أكثر من عشرة رواتب شهرية ولم يتسلمها ولم يستلم معظم أفراد الجيش رواتبهم لعدة أشهر متتالية اشتركوا في القناة